موسيقى أهلا بكم مشاهدين إلى هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي أنت والعالم والذي نبحث فيه رؤية العالم لقضايا العراق وأبرز ملفاته في أسبوع عبر ما تناولته كبريات الصحف ومراكز البحوث والمنظمات الدولية نبدأ الحلقة بأبرز الملفات والقضايا العراقية التي اهتمت بها مؤسسات صحفية وفكرية دولية في الأسبوع الماضي وهذه جولة على أبرز القضايا والملفات نقرأ في موقع الجزيرة نت باللغة الإنجليزية العراقيون وكأس العالم في قطر ليس المغرب وحسب بل كما لو أن العراق قد فاز وفي موقع سيربريز سبورتز كيف شاهد العراقيون كأس العالم 2022 وهل تابعوا المباريات من منازلهم أم من التجمعات الحماسية وأيضا في موقع فرنس 24 الموصل تتعافى ببطء بعد خمس سنوات من هزيمة داعش أيضا نقرأ في موقع آسيا نيوز عيد الميلاد الكلدان في العراق والعالم يصومون ويوصلون من أجل السلام وفي موقع عملية العزم الصلب في الذكرى الخامسة لانتصار العراق على داعش وتحرير أراضيه من التنظيم الإرهابي هذه قضايا بارزة من موضوعات وأحداث عراقية عرضت لها وسائل إعلام ومواقع الكترونية ومراكز بحوث دولية لكننا سنتوقف مطولا بالعرض والنقاش مع حدث الأحداث في العراق والمنطقة والعالم بطولة كأس العالم في فقطر 2022 لمناقشات أبرز ما ورد في هذا الملف أرحب بضيفنا من عمان رئيس مركز كل واذا لدراسات الدكتور باسل حسين أهلا ومرحبا بك دكتور باسل نبدأ بمقتبس من تقرير والذي تناول تنظيم كأس العالم في قطر 2022 وبعدها نعود للنقاش فيه رحب المشجعون في العاصمة العراقية بغداد بفوز المغرب الذي اختتمه يوسف انصيري بضربة رأس محورية في الدقيقة الثانية والأربعين وقال محمود عبد الواحد مراسل الجزيرة من بغداد الناس هنا يحتفلون وسيواصلون الاحتفال بين عشية وضحاها دكتور باسل من خلال سلسلة من تغريداتك بدأت مهتم بكأس العالم والتنظيم في قطر 2022 أسألك ما الذي يعني هذا الحدث عربيا وعالميا أيضا بدل مساء الخير سيدتي وإلى مشاهدكم الكرام هذا الحدث استثنائي استثنائي أولا هو كأس العالم كل أربع سنوات وبالتالي العالم جميع ينتظر هذا الحدث سواء في العراق أو في العرب أو في العالم وبذلك كأس العام هي حدث بنفسه الأمر الثاني أنه لأول مرة يحدث في منطقة الشرق الأوساط والعرب أنه يتم هذا الحدث في دولة عربية وهذا أنا أعتقد أنه كان مثابة تحدي كبير جدا كان هناك شعور عربي واحد حتى المختلفون السياسيا تجاوزوا هذا الاختلاف وتوحدوا يعني حتى هذا الشعور أحيانا العربي ربما يعتقد كثير منه ربما انكسر أو ظل مخبونا في انتظار حدث ما ظهر بقوة أمام هذا التضامن العربي مع قطر وفي اللهفة نحو نجاح قطر في هذا التنظيم وبالتالي الحدث تعدى ملعب كرة القدم إلى ما بعد هذا الملعب بمعنى أنه العواطف التحدي الشعور أن كل مواطن عربي يشعر أن قلبه في قطر ليس فقط حبا بقطر لكنه هذا التحدي العالمي انتجاه العرب أن العرب غير قادرة على تنظيم مثل هذه الفعاليات العالمية لكن الحمد لله مسار البطولة كان مباشرا وحتى حديث رئيس الانتحاد الدولي اليوم حول النجاح الكبير الذي قال أنه أنجح البطولة من ناحية الأمن من ناحية العائلة من ناحية التنظيم هذا دليل على النجاح الكبير لتنظيم والمفرح لتنظيم كنس العالم دكتور باسل أتى أيضا تناول مشاعر العراقيين حيال وصول المغرب إلى المربع الذهبي كواحد من أقوى أربع منتخبات في العالم سنستعرض هذا المقتبس وبعدها نعود للنقاش فيه يقول العراقيون إن هذا الانتصار رمزي جدا لأنه ليس للمغرب فحسب بل للقارة الإفريقية كلها والعالم العربي كله ومنطقة الشرق الأوسط برمتها إذن درس تقدمه قطر بالتنظيم للحدث العالمي الأبرز وتوجى طبعا بأداء مبهر للمنتخبات العربية عفوا وأيضا المنتخب المغربي هذه كلها صورة حيوية رآها العالم بوضوح عن بلدان ما تعرف ببلدان الجنوب ما رأيك؟ المفارقة أن رسالة الدكتورة أمتي كانت العلاقات ما بين الشمال والجنوب وتحديدا كيف كان يعاني دول الجنوب من المسارة للعلاقات دول الجنوب كانت دائما تتهم أنها دول غير قادرة على الإنتاج وكانت هناك نظريات في هذا المجال سواء نظرات البيئة البيولوجية إلى آخر من التنظيمات أو النظريات في تجاه دول الجنوب نجاح قطر في التنظيم اقترن أيضا بنجاح آخر هو نجاح الفوز المنتخب المغربي كان حصان الأسود في هذه البطولة وبالتالي كانت بالفعل الملاعب كرة القدم تتحدث عربي لأنه لأول مرة بلد أفريقي وعربي يصل إلى المربع الذهبي وهذا حقيقة في واقع الإنجاز أفرح جميع قلوب العراقيين والعرب وحتى بالنسبة لأفريقيا باعتبارها أيضا كبلد أفريقي وبالتالي نحن كان هذا الأمر مبعث فرح ومثما قلت بالفعل كانت الملعب تتكلم عربي نعم دعنا ننهي هذا الملف بمقتبس أخير فلنستمع إليه مع حضرتك دكتور باسل الناس في بغداد متحمسون للغاية إنهم يقولون إن الشعور اليوم كما لو أن العراق قد فاز في هذه المباراة ما الذي يعني هذا الحدث للعراق تحدثنا قبل قليل عن ما هي أهمية الحدث بالنسبة للبلغان العربية وأيضا العالم هذه المرة ما الذي يعني هذا الحدث للعراق على وجه الخصوص خصوصا وأنه مقبل على تنظيم بطولة كأس الخليج بالعام المقبل يعني في الواقع مثل ما قلت كان في خارج جماعة كان هناك صراع رموز صراع قيم نتلاحظين التركيز على العائلة اللي كان يفتقدان ربما الغرب حضور الأمهات في داخل الملعب الجانب الشروح الشرقي اللي اتجسدت مع الصراع مع الغرب لأنه مثل ما قلنا كأسوني نحن نحتاج إلى حضارة متعددة الهويات ليست هوية واحدة يثبت أن هناك ثقافات متعددة ليست بالضرورة أن تكون الثقافة الغربية يعني الماثلة بالنسبة لهذا العكاس ممكن أن نعكسه في الجانب العراقي بمعنى أن تكون منظمة التنظيم يعني يسعى أن يعكس الصورة العراقية الصورة البصرية الهوية البصرية الهوية العراقية وأن يحرص على هذا الجانب تحديداً يعني ليس بالضرورة أن يحرص على يعني ويتعب نفسه في ظهار ربما هويات أخرى لكنه هذه فرصة مناسبة لأنه ما بعد الملعب أيضاً مهم أيضاً مسألة التنظيم أن يتعلم من قطر على أقض دروس في التنظيم وأن الثقة بالنفس ممكن أن تؤدي للنجاح لكن هذه الثقة ينبغي أن تستند على أسس للنجاح بمعنى لا يمكن أن تكون لديك ثقة وأن تليس لديك أدوات هذا النجاح ومن هنا يكون درساً يعني يجب أن يتعلمه سريعاً المسؤولين على إقامة بطولة خليجي 25 خاصة للخصوصية الخليجية لهذه البطولة وأن أعتقد النجاح سيكون نجاحاً للبصرة وللعراق ككل ضيفنا الكريم دكتور باسل حسين أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا وأنتم مشاهدين الأعزاء فاصل قصير وبعدها نعود موسيقى موسيقى مرحباً بكم من جديد إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج أنت والعالم في جزئها الثاني ونناقش فيها ما ورد في بيان نشره الموقع الخاص بعملية العزم الصلب والتي ينفذها منذ سنوات التحالف الدولي ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ولمناقشات أبرز ما ورد في هذا الملف أتمنى على ضيفنا الكريم دكتور باسل حسين رئيس مركز كل واذا للدراسات وأنتم مشاهدينا أن نستعرض المقتبس الأول من هذا التقرير قدم قائد قوات المهام المشتركة الجنرال الأمريكي ماثيو ماكفرلين تهنيه للشعب العراقي بمناسبة الذكرى الخامسة لانتصار العراق على تنظيم داعش وقال ماكفرلين في بيان إن قوات الأمن العراقية الشجاعة أبدت بطولة في التصدي للتنظيم الإرهابي وقدمت التضحيات للدفاع عن بلدها وتخليصه من وحشية داعش العدو الذي لا ذرة رحمة ولا إنسانية لديه دكتور باسل في الذكرى الخامسة على تحرير العراق من تنظيم داعش الإرهابي ما المعاني الواجبة التذكر والتمعن هو بالذات من بيان قائد التحالف الدولي في العراق أعتقد هناك عدد دروس لعل من أهمها أن القوة العسكرية هي قوة هائلة لكن ليست كل المشكلات مسامير بمعنى أن بالتأكيد ينبغي أن تكون هناك إضافة للنصر العسكري هناك نصر أخلاقي وهو التصدي بشجاعة لنتائج الحرب وأن لا نسمح للحرب أن تعيش بيننا أو أن تكون سلامنا الدائم الحرب ينبغي أن لا تكون سلوكا لدينا وبالتالي ينبغي أن ننتقل إلى مرحلة السلام وهذا هو المهم الحرب مرحلة طارئة وليست دائمة لكن مع الأسف بعد مضي خمس سنوات لا زالت هذه الخطوات متعثرة جدا والمسار نحو النصر الأخلاقي والسلام متعثر جدا لعدة أسباب هناك لا يريد إلا العيش في الحرب وأنا أعتقد أن سلوك الحرب ينبغي أن نتخلص منه وننتقل إلى صفحة أخرى هي صفحة السلام نعم دكتور باسل دعنا ننتقل إلى مقتبس آخر من بيان التحالف الدولي بمناسبة الذكرى الخامسة لتحرير العراق من داعش بدعم من التحالف الدولي شنت قوات الأمن العراقية عملية تحرير الموصل وتمكنت بذلك من استعادتها حيث جمعت هذه المعركة كل العراقيين للقضاء على داعش كان هذا انتصارا كبيرا وبداية مستقبل مزدهر للعراق كما يفيد هذا البيان برأيك هل تم استثمار هذا الانتصار أو سلسلة الانتصارات المتحققة على مدى سنوات في حرب العراق ضد داعش الإرهابي بما يحقق ازدهارا للبلاد سبقا قلت أنه هناك تعثر حقيقة في هذه الخطوات لأنه من المفترض أن كانت هناك خطوات سريعة لمعالجة نتائج الحرب على سبيل المثال ينبغي أن ننظر صحيح الشخص الذي استشهد هو ضحى من أجل وطنه لكنه بواقع أمره خسارة له ولعائلته ولوطنه كثير من عوالي شهداء لم يتم معالجتهم كثير من النازحين لم يتم معالجت مشكلتهم التداعيات الاجتماعية والنفسية لهذه الحرب تقد تكون مهملة إلى كثير من أسباب العديدة التي يمكن أن نقولها أولا أسباب سياسية عدم وحدة قرار سياسي في هذا الاتجاه اختلاف الإرادات اختلاف المصالح أحيانا التوظيف السياسي لهذه المشكلات وربما استثمارها لبعض هذه القوى ولذلك أنا أعتقد أنه من المهم جدا يعني إعادة البيت الإدراك لكثير من القوى السياسية الفاعلة تجاه هذه المشكلة لأنه من المهم الخلاص من ظاهرة داعش قبل تنظيم داعش وأنا أعتقد داعش الظاهرة بمعنى معالجة الأسباب التي أدت إلى ظهور داعش ومنعها من ظهور مستقبلا إذا يعني منضغط هذه السياسات فهنا لك بخاطر لعودة العنف للعراق ربما لسنوات قادمة وبالتالي أعتقد ينبغي معالجتها معالجة استراتيجية وطنية ومثل ما قلت سابقا أخلاقية طيب هل هذه التداعيات التي ذكرتها كلها قبل قليل هل وحدها الحكومة العراقية تتحمل مسؤولية ذلك مسؤولية النهوض بالبلد وازدهاره من جديد بالطبع الحكومة تحمل الجانب الأكبر لأنها صاحبة القرار السياسي والأمني والاقتصادي لكن أيضا أعفا هناك يسلمك الجانب الاجتماعي أيضا مهم جدا سواء من نظمة المجتمع المدني فعاليات الاجتماعية العشائرية إلى آخر هناك المجتمع الدولي محيط الإقليمي والدولي بعض الدول الإقليمية لا تساعد عملية استقرار العراق بالعكس تماما تكون عامل عدم استقرار للعراق المجتمع الدولي يعني ينظر أحيانا باستثناء وأحيانا لا يهتم أحيانا نضع الملف العراقي على الرف يعني لا ينتبه إلا حينما حدوث العن يعني لحظة الوصول للعن ينبغي يعني مساعدة العراق على النهوض وبالتالي هي عملية مركبة بالأكيد الداخل وخاص الحكومة لها عليها الدور الأهم لكن أيضا مثل ما قلت هناك ينبغي تحالف اجتماعي وأيضا مع توسيق مع الدول الإقليمية ما الذي يمكن أن يقدمه هذا الاجتماعي أو منظمات المجتمع المدني كما تفضلت قبل قليل كيف سيسهم؟ أمن لأنهم على سبيل مثال منظمات المجتمع الممكن أن تسهم في جانب النازحين في جانب الرعاية النفسية للمتضررين سواء ضحايا داعش أو الذين تم تغرير بهم أو يعني العوائل للشهداء أيضا الضحايا الذهبوا بمعنى ينبغي الاهتمام بهذا السلوك أيضا سواء تحت حمار داعش أو ما بعد داعش وممكن أن تأثر على البنية النفسية للطفل وبالتالي يخلق جيل غير سوي إذا لم تكن هذه المعالجات النفسية لكنه تأكدي أنه هذا غائب عن ذهن القيادات السياسية أو حتى المنظمات المجتمعية التي تكون دورها محدودا يعني مع كثرة العدد آلاف المنظمات المجتمع المديني إلا أنه الفاعلين في هذا المجال على عدد أصاب نعم تركز أكثر ونلقي الضوء أكثر على مسألة النازحين بالمقتبس التالي أرجو أن تتفضل بالاستماع إليه ما يتبقى اليوم هو عودة جميع النازحين إلى ديارهم ومنع انتشار آيديولوجيات داعش المتطرفة والإرهابية حدثنا قبل قليل وتفضلت وقلت بأن العراق لم يستثمر انتصاراته على داعش ويحقق ازدهار على يعني جوانب كثيرة قلنا الاقتصادية والاجتماعية وحتى مسألة البنية التحتية وغيرها والسؤال هنا كيف يحول العراق انتصارا على داعش إلى حقيقة يستند عليها لبناء مستقبل وأيضا تحدثنا قبل قليل على مسألة النازحين بالتأكيد مسألة النازحين أحد أهم القضايا لنتائج داعش وما بعد داعش الحكومة أعتقد سواء السابقة أو الحالية كانت يعاجزة عن تلبية المطالب الملحة للنازحين سواء إعادتهم تمكينهم داخل المجتمعات التي نزحوا منها عملية التكيف هذه ليست عملية سهلة لا زالت هناك مخيمات للنازحين يعني تعاني سواء في أيام الحرق أيام البرد أيضا مسائل التعليم مسائل الصحة وبالتالي هناك قصور حكومي كبير جدا في هذا المجال وأحيانا حتى يتم استثمار إن هذه معاناتهم سواء سياسيا من قبل كثير من الحزاب السياسية دون مراعاة حقيقية للمشاكل الحقيقة التي يعاني منها النازحين بغني نتخلص من الجنبة السياسية إلى حد ما ونتعامل مع هذا الملف كملف إنساني ينبغي إنهاء مسألة النازحين على نحو مطلق صحيح أنه الحكومة الحالية في مراحلها الأولى وتضمن في برنامج الحكومي حول مسألة النازحين لكن ينبغي أن ننتقل من مرحلة الشعار إلى مرحلة التنفيذ وأن تنتهي معاناة النازحين وأن تنتهي ظاهرة النازحين إلى الأبد على نحو يعني يضمن كرامتهم يعني أنهم كثير ما تأذوا من هذا الأمر وتعرضوا للابتزاز وأحيانا حتى في مساء العودة وبالتالي يبغي أن نكون هناك حلها حل يعني ناجز وناجع وأن لا يتم تعريضه للاستثمار السياسي نعم أود أن أشكرك على كل هذه الإضاءات والتحليلات لملفات العراق في أسبوع دكتور باسل حسين رئيس مركز كلواذا للدراسات شكرا لك شكرا زيدي وأنتم مشاهدين حتى الأسبوع المقبل نودعكم مع مجموعة من الصور والتي بثتها وكالة الأنباء الفرسية من متابعة العراقيين لنجاح المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022 ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة